بدأت معالم صفقة القرن المزعومة والتي يتبنىها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة تتكشف يوما بعد يوم مع إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية دولية في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان السلام من أجل الازدهار للتشجيع على الاتثمار في الأراضي الفلسطينية وستقام الورشة في يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو 2019 ستجمع عددا من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البريزين في المنطقة خطوة تشير دلالتها إلى أن الأعلان الفعلي عن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية البحرينية قد بدأ وستكون المنامة مسرحا لها عرابوا صفقة القرن مستشار ترامب وصهره جريد كوشنار عبر عن امتنانه للبحرين لدعوة واشنطن للمشاركة في استضافة ورشة العمل هذه وتوفير فرصة لنا لطرح أفكارنا من أجل خلق اقتصاد أكثر حيوية في المنطقة عبر رؤية اقتصادية صلبة وأفق التسريبات فإن خطة كوشنار تقوم على إجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات مشحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وعلى الرغم من أن معدي الخطة يصرون على أن حفنة فقط من المقربين هم الذين يعرفون على وجه الدقة ما تتضمنه الخطة فقد كشف مسؤولون أمريكيون النقابة عن أنها ستتناول قضايا سياسية رئيسية مثل وضع القدس وكان سفير الأمريكي في تلابيب ديفيد فريدمان قد أشار في شهر أبريل الماضي إلى الطابع الاقتصادي للخطة معتبرا أنها تهدف إلى تحسين ظروف حياة الإسرائيليين ومشددا على أن إدارة ترامب عازمة في طرحها بغض النظر عن الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها وتدل مؤشرات عدة على أن أحد الأهداف الرئيسية من طرح الصفقة هو تمكين حكومة بنيامي نتنياهو من ضم تجمعات الاستيطانية في الضفة المحتلة ومنح ترامب المسوغة لإصدار اعتراف بهذا الضم على غرار الخطوة التي أقدم عليها بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة